موسيقى السلام عليكم أصدقائي ومتابعي قناة الكرة الزهبي في فيديو اليوم سنرد على تصريحات اتحاد كرة القدم السوري أول بيان الرسمى الذي يعلنوا اتحاد كرة القدم السوري بخصوص غياب قياز عثمان ومحمد عثمان عن مباراة منتخبنا السوري أمام المنتخب الكرة الجنوبية بصراحة تسمعوا بالمثلة التي يقولوا عزر أقبح من زم ياريت اتحاد الرياضي أو اتحاد كرة القدم عنها ياريت اتحاد كرة القدم لعنها ما كان مصرح كان أهون يعني أنت بس ترتكب مصيبي وتكون ساكت أهون من أن تكون مرتكب مصيبي وترجع برر مصيبتك بمصيبي أكبر تصريحات أول بيان رسمي اللي كان عم يعلنوا اتحاد كرت قدم عننا كان ببيان رسمي عم يقول أهم شي بالبيان هو المضحك البيان المضحك كان للأسف يعني أنتو المفروض أنتو مرتكبين مو خطأ الشي العمل هو اتحاد كرت قدم أو إداريين اتحاد كرت قدم عننا أو الإداريين منتخبنا السوري هاي كارثي مو خطأ اللي صار كارثي بدل ما أنتو تطلعوا تقولوا نحن صار عنا خطأ إدارة منعتذر من جماهير منتخب السوري نحن أهم شي هلأ المفروض نركز على مباراة كورة جنوبية وبعد ما دنتهي مباراة كورة جنوبية نفتح تحقيق بالموضوع وميشوف مين متسبب وبيتم إقالته لا هني كان عم يدافع عن نفسهم وهني كان عم يقولوا نحن مالنا مزنوبين يعني شوفوا عزر أقبح من زنب بصراحة يعني بكل عين وقها كل عين وقها هني كان عم يبرروا يقولوا بالبيان أنه عم يقولوا ببيان التنويه لجميع جماهير المنتخب السوري لا تسمعوا للإشعاعات المغرضة يعني كان عاليوتيوب أو فيسبوك تواصل اجتماعي يعني أصدن نحن أنه كثير عم تطلع الإشعاعات وعم يقولوا أنه اللي صار بخصوص إياز عثمان ومحمد عثمان خطأ إدارة كان عم يبرروا ويدافع عن نفسهم عم يقولوا لا نحن تواصلنا مع سفارة الكورية بيروت وسألناهم اللاعبين بقدروا يفوتوا على كوريا بسبوراتهم أو بجواز سفر أوروبا بدون فيز سفارة بيروت الكورية كانت عم تقول إيه نعم طيب هني هيك كان عم يبرروا عم يقولوا بعد ما صار هالشي وصلوا بدون يطلعوا بالطيارة شركة الطيران كانت عم تمنع اللاعبين كانت عم تمنع اللاعبين يعني هني من الأساس عم يحطوا الحق على شركة الطيران طيب أنتوا كأداريين يعني نحن منقول هذاكي أو لا ما هذاكي الحمار ما بيقع بتجونا مرتين أنتوا بتعرفوا أنه أول مرة عبد الرحمن ويس بعد مباراة منتخبنا السوري مع المنتخب الإمارات بلق ويسما ما كان عم يقدر يطلع من الأردن ليش لأنه كان معه بسبور الأوروبا قعد بالمطار لأنه كان معه بسبور الأوروبا قر اتحاد كرة القدم يرجع له البسبور لعبد الرحمن ويس باليد هو بمطار الأردن ليقدر يغادر الأردن تعرفوا هذا الشيء أنتوا بما معناه بما معناه أنه اللاعب ممكن بالمطار ممكن بالمطار يتعرض لهذا الشيء لأنتم ما عملتوا حساب هذا الشيء هاي أول خطأ أنتم ما اعترفتوا فيه ثاني خطأ محمد عثمان وياز عثمان واتوصلوا بالدنيا يعني والله شيء مضحك يعني والله العظيم عم نحكيه شيء مضحك ولد صغير ما بيرتكبه هذا الشيء اللي صار متأزينه محمد عثمان وياز عثمان واتوصلوا ليطلعوا بالطيارة يتفقد للأسماء اتحاد كرة القدم عننا او الاداريين اداريين منتخبنا السوري او المسؤول عن هذا الشيء بصراحة الهلا ما عرفنا من هو من الشخص المسؤول عن هذا الشيء الهلا ما عرفنا ولا حكوا ولا رح يحكوا يمكن ما في شخص مسؤول عن هذا الشيء لا تستغربوا المهم اللعبين بس وصلوا بدون يطلعوا على متنططط طائرة ويطلعوا بالطيارة يسافروا داري منتخبنا السوري اتحاد كرة القدر ما منعرف مين هو الشخصي اللي حاجز حاجز على البسبور السوري حاجز التكت على البسبور السوري فهن بس وصلوا بدون يطلعوا على الطيران معهم بسبورات بسبور هولندا وبسبور ألمانيا بسبورين أوروبيات ف يعني بالنسبة لشركة الطيران في خطأ يعني الأسماء شي عم تقول والبسبور أوروبا يعني في شي خطأ انتو شلون تحجزوا للعبين انو معهم بسبورات سورية وبتعطوا بياناتهم بحجز الطائرة انو معهم بسبورات سورية وهن بسبوراتهم السورية ما معهم هي بسبوراتهم السورية وين بخبينهم نحن ليش ما حالي بيعرف انا اول مرة بسمع شخص عنده بسبور سوري او بسبور لقيت دولة بالعالم ما بيحملوا بقولك انا بخبين مع فلان ليش مخبين مع فلان مصاري مخبينه ببنك او كنز ودافنه تحت الارض ما بعلي شي غريب بقولك البسبورين لمحمد وقياز وعثمان البسبورين مع اتحاد كرة القدم او مع احد الاداريين لما انتخبنا سوريا انا اول مرة بسمع شخص عنده بسبور ما نحامله طب انت نحن مباراة مصيرية مباراة مفصلية مباراة كوريا الجنوية بتحددك نكون او لا نكون في حال خسرنا نحن عم نفقت امالنا بتأهلك اس العالم مفروض انتحاد كرة القدم مع انه معهم بسبورات او روبية يبعت لهم بسبورات سورية صير معهم بسبورات سورية شو عم يعملوا معهم بسبورات سورية هذا الخطأ مقصود سبق وحكيت وعبل شويكة عم احكي انه عبد الرحمن ويس بس كان دو يغادر بعد مباراة منتخبنا سوريا بس كان دو يغادر الاردن ما قدر يغادر بالبسبور الاوروبية عبد الرحمن ويس ما قدر يغادر بالبسبور الاوروبية لو ايجا احد الدارين سلموا بسبورات سورية وسافر وحسن حظنا لو عبد الرحمن ويس قدر يسافر او يغادر الاردن بالبسبور الاوروبية بس بدو يرجع يفوت على كورة الجنوبية ما رح يقدر يفوت بالبسبور الاوروبية يعني رح يصيروا بدان نقص اللاعبين ثلاث لاعبين للأسف اخطاء اخطاء يعني هلأ زي ما يشوف ما عد فينه اخطاء اقول اخطاء ما عد فينه اقول اخطاء هذا شيء متقصد ليش؟ لانك انت وقت بتحط اشخاص ما انهم معنيين بهذا الشيء وما بيفهموا بهذا الشيء ولا بيفهموا كرة القدم يعني المفروض هاي الشغلات انا بعتقد ان يكون فيه الى محامة مختص مشي كل هالأوراق ما شخص عادي اصلا نحن بعتقد انه ما عنا هذا الشخص نحن هيك توكلنا الله بالعمل الصالح يعني اللاعبين حاجزين لهم ع كوريا الجنوبية على اساس انه ما عم بسبورات سورية وعلمطن الطائرة انه ما عم بسبورات سورية بوسطوا على المطار ما عم بسبور اوروبا من حق من حق شكو الطيران ما تطالع انت حاجز انك سوريا وهلا جايب لي انك اوروبا او انك المانيا او انك هولندي علىينو اساس دك تطلع للأسف للأسف بيان اتحاد كرة القدم كان بيان يعني لو ساكتين احسن عم يستغبوا العالم عم يستغبونا يعني فكريننا هنود في نقطة حمر عجبيننا شاطة ريالتنا مجانين حاسيننا مجانين او فكريننا نحن اغبياء شو هالبيان هذا اه لا تردوا على القنوات المغرضة يلي نحن قنوات اليوتيوب عم نهاجمون مشكلة صارت من شركة الطيران نحن ما دخلنا نحن شغلنا كله تمام تمام وبالعكس لازم تقولونا شكرا كتبوو لهم شكرا لازم نتشكركم المفروض كنتوا بالبيان تكتبو انه الرجاء تشكروا تشكروا مجهود ناستة وعشرين ادارة طلعوا على الامارات يشتروا دخان ويشتروا معسل ومدرش وعن يشتروا واتحاد كرت رئيس اتحاد كرت قدم حاتم الغايب مع البعثي تنبك ونيك حيو طيب وقال بالامارات طيب أطيب من تنبك تنبك بالامارات طيب ما هيك حاتم غير يعني ما بعرف انتوا المفروضوا تكونوا بسوريا ماشيين بأوراق اللاعبين اي مشكلة بتصير بتحلوها بسرعة بس اذا انتوا سياحة وسفر بصراحة على الدنيا السلام للأسف نحن عم نحكي بموضوع ما بوقته للأسف كوريا الجنوبية عم تحضر لمبارات منتخبنا سوريا عم تستدعي المحترفين عم تستدعي جميع اللاعبين كل المنتخبات بلشت تجهز حاله ونحن على ما عم نقدر يجيب اللاعب الفلانة اللاعب الفلانة ما عم عم بسبور سوريا تخيلوا منتخبات العالم وين بشو مشغولة مشغولة بالتحضيرات وباللاعبين ونحن بشو مشغولين بالأوراق نحن متأخرين بصراحة كتير بعالم كرة القدم بالرياضة نحن كتير متأخرين كتير في حال ما وصلنا كأس العالم لا تستغير بعد الشي لانه بصراحة ما بني على باطل فهو باطل نحن اساس الكرة السورية عنا باطلة اساس قواعد الكرة السورية ما عنا احتراف نحن مستلمين الرياضة عنا نصب احتيال واسطات هلا غيبنا ياز عثمان محمد عثمان غيبناهم بكرا بنحط لعبين منتصف الملعب بخبصوا بخبصوا بيجي فريق بالدور العراق او الدور البحرين بيعمل معهم عقد وروح بيحترفوا مش الحال هاي الصورة صارت واضحة يعني صدقا صدقا أنا على يقين لو بيقدروا يغيبوا عمر السمه ما قالوا لا لو قدروا يغيبوا جميع المحترفين ما بقولوا لا يعني هلا كل شيء عم يصير صار شيء واضح انه هني ما بدهم المحترفين توصل لمنتخبنا السورية هذا الشيء يعني هلا زي بديو يشوف يعني هلا نحن عم نقول خليلي ياس هلا خليلي ياس بعد يسمع الأخبار اللي صارت خليلي ياس زي اسمع الأخبار اللي صارت بقول لك أي منتخب سوريا وأي خلاص شو دبجة الرأس أنا بجوز اوصل للبنان وارجع ما ألعب ما بشي مأمن بصراحة هيك بديو يفكر لا بمحترف بصراحة هدولة جماعة جماعة اتحاد كرة القدم نحن لازم عنا كل شيء مسؤولين كرة القدم يتم إزالتهم بخصيص ناس تفهم بكرة القدم لمجرد أنت بدك بس بور سوري أو إخراج قيد لازم تكون عندك محامة هذا المحامة مسؤول عن كرة السورية يطلع ما يطلع علي عماد حسن ما أعرف شو وظيفة عماد حسن يطلع محامة بشكل رسمي مقابل التلفزيون يقول أنا أباعدت الأوراق الفلاني يحكى بصيغة محامة ما أحطي لي عم تقابلوا لي شخص أقسم بالله عربية فصحة ما أعرف يحكى عم يتأكتئ يعني هذا Laser هذا واجهة لي تواصل هو عربي ما أعرف يحكى بدك يعني يعرف ترجم أوراق للأرجنتينية أو لألمانية للأسف نحن 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 بموضوع ما بوقته اليوم مباراة منتخبنا السوري الأولمبي أمام منتخب السعودة بكرة مباراة مصيرية لمنتخبنا السوري أمام منتخب الكرة الجنوبة مع كل شيء عم نصير نحن داعمين للاعبين منتخبنا السوري الموجودين بأرض الملعب أما هدول الإداريين الفاشلين رح نضل وراهم وأنا أبعدهم دائما إن شاء الله عبر القناة رح نضل نعمل فيديوهات لنتخلص من كل فاسد بكرة القدم السورية وبالرياضة السورية وبجميع الرياضات السورية سابقوا حكين عن رئيس اتحاد كرة اليد السوري اللي كان عمضرب البنات بالمنتخب السوري ما صار أي شيء ولا تم إقاط ولا كأنه شيئا صار يعني بصراحة شيء مؤسب معني هذا فيديو اليوم بتمنى اليوم منتخبنا يفوز على المنتخب السعودي يا رب نتأهل ونتصدر المجموعة وبكرة إن شاء الله يفوز من نصيبنا بدنا نضل دعمين للعبين اللعبين ما زنبهم باللعب يصير بصراحة اللعبين ضحايا مثلنا مثلهم فنحن بدنا ندعم اللعبين لأن بصراحة أنه ما لون زنب اللي عم يصير نحن دعمين لمنتخبنا الأولمبي دعمين لمنتخبنا الرجال إن شاء الله يا رب رجال نسور طيرين بالسمى يا رب إن شاء الله غيمي وبتعدى وهدول الفازين كلهم ما مطولين إن شاء الله رح نضل وراهن وراهن لحتى ينقلوا نهاية فيديو اليوم بتمنى دعم أكتر للقناة شاركوا الفيديو لأصدقاء لنوصل لأكبر عدد ممكن شاركوا الفيديو للأصدقاء لنوصل لنوصل صوتنا لاتحاد كل قدم لفراس مع الله لجميع المسؤولين عن الكرة السورية بسوريا منا دائما نضلوا أخير سلامة